أختي جريس مجتمعنا صعب مرة جديدة مجتمعنا كتير صعب بس ما في شي مستحيل يعني أنا بقول أنه ببلادنا حتى ببلادنا المرأة اللي بتتقرب المرأة اللي بتحافظ على بيتها المرأة اللي بتحافظ على زوجها يلي بتعطي من دون أي مش ضروري يكون في بديل بتعطي من قلبها إن كان من محبتها إن كان من وقتها إن كان من شو في عندها هيدا المرأة هي المرأة يلي تمدح هيدا المرأة يلي تسعى إنه تكون مثالية من الدروسة من خبرة حياتي أنا رب رب ركني إنه كان في بحياتي نساء كتير وأولهم الماما تفوق عليهن كلهم يلي علمتني شو يعني كون امرأة صالحة الكمال عند الرب بس فينا نكون صالحات مثاليات مجتمعنا صعب فينا نغير المرأة عندها قوة تغيير وعندها من جويتها يعني في عندها إشياء لازم تستخدم لازم نستفيد منها يعني بمجتمعنا وبديانات أخرى بس نكبس على المرأة عم نخسر كتير بالمجتمع تغيير رائع بتعمله المرأة بحكمتها بشجاعتها بقوتها وكله برجع بقول اتكالة على الرب الرب إلهنا إله أمل يعني حتى لو مثلا في أشخاص ببلادنا نساء بيقولوا أنا ما في أمل من ظرفه عايشة يمكن بيزل عايشة بعدم أمان عايشة بخوف في أمل عند الرب في أمل اتكالة على الرب إلهنا بيعطي رسالة أمل